لم يجتمع هؤلاء للقاء القفض على سارق أو قاتل أو متسلل عبر الحدود الشرقية يحمل بضاعته المميتة من المخدرات بل الواقع هنا إحدى صور الإنفلات الأمني في العراق عندما تتعدى العشائر على أحد عناصر ما تسمى قوات مكافحة الإرهاب ففي العراق وحده تقول العشائر إنها أسرت جنديا حاول مع مجموعته منع إطلاق النار ومصادرة سلاح ضيوف قادمين لتشيع أحد الشيوخ في السماوة في مشهد يلخص حكاية الدولة المنهارة ورغم السجل الحافل بالانتهاكات لهذه القوات ضد مكوين بعينه إلا أن الحال انقلب ضدها في الجنوب في ظل مواجهتها من العشائر المدعومة بعضها من الأحزاب السياسية بالسلاح الثقيل والمتوسط أو المرتبطة بالميليشيات وتؤكد تقارير صحفية مقتلى خمسة من القوات الحكومية وحرق عربتين عسكريتين قبل أيام عند مدهمتهم أحد المطلوبين من عشرة آل زويد في السماوات أيضا أنفق العراق ما بين عامي 2003 و2019 أكثر من 149 مليار دولار على تسليح وتدريب قواته بحسب لجنة الأمن والدفاع البرلمانية إلا أن التصريحات السياسية تشير إلى عز الحكومة عن ضبط سلاح العشائر والميليشيات المنفلت حيث يقول قائد شرطة البصرة رشيد فليح إن حجم السلاح لذى العشائر في محافظة البصرة وحدها يعادل سلاح فرقتين عسكريتين ما يحتم عليه عدم زج عناصره بأي مواجهة ضدها بالمقابل ترى مفوضية حقوق الإنسان في العراق أن عدم جدية القوات الأمنية في بسط سلطة القانون هو السبب الرئيس لتعظم سلاح العشائر بل إن هناك تصريحات متوالية لكثير من نواب المحافظات الجنوبية تشير إلى أن الأحزاب السياسية المتنفذة في الحكومة هي من تقف حائلا أمام فرض هيبة الدولة عبر دعمها المتواصل بالسلاح والمال للعشائر والميليشيات لضمان استمرار عمليات التهريب وتجارة المخدرات حيث تحولت الدولة في العراق لمتفرج لا أكثر يضحي هؤلاء بهيبتها وأمنها القومي على طريق تأكيد ولائهم لقوى الخارج وفي سبيل مصالحهم السياسية والمالية ترجمة نانسي قنقر